برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الإسلام تحت المكهر الأول برحب بأختي فرحة أهلا بك يا مارينا وسلام المسيح لكي وسلام المسيح لكل المشاهدين السلام ونام النهاردة عن ورحة لقيتنا إيه؟ تعاليم محمد عكس تعاليم الإله الحقيقي إحنا النهاردة فرحة يعني هنعمل شوية مقارنة هنجيب كلام المسيح بيقول إيه؟ وتعاليم الإسلام اللي قالها محمد بتقول إيه؟ خلينا نبتدي يقول لنا كده في إنجيل متر الإصحاح الخامس نعم هو تعاليم المسيح تعاليم المسيح طبعا طبعا سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغديكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويتردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرك شمسه على الأشرار والصلاحين ويمطر على الأبرار والظلمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل دلوقتي تعليم المسيح بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا نحب عدونا نصلي من أجل الذين يسئون إلينا إحنا بنصلي له من أجل إيه؟ لأنه هو بيسيء لنا إحنا مسيحيين يعني إحنا بنقدمين عاديين لكن هو يضطهد المسيحي لأن اسم المسيح دعي عليه فإحنا بنصلي إنه هو يعرف الحقيقة وإنه هو كمان ما يروحش الجحيم لأن دي خطية أنت تضطهد حده وتضايق حد دي حاجة أنت في الآخر هتروح الجهنم فإحنا نصلي من أجل اللي بيسيء إلينا نبارك اللي بيلعننا نحب أعدقنا لأن المسيح قال إيه؟ لو أنتوا حبيتوا الناس اللي بتحبوكم لما كل الناس بتعمل كده حتى العشرين اللي هما كانت فئة في اليهود مبغودة بتجمع الفلوس من الناس بتشتغل لحساب الرومان وكده بيقولك حتى العشرين اللي انتوا مش بتحبوهم هما مع بعض بيحبوا كده يعني العصابة مع بعض بيحبوا بعض أي الناس مع بعض بتحبوا بعض لكن الأسمى والأحسن إيه؟ إن أنا حب المغير ليه؟ إن أنت تكون زي أنا زي ربنا ليه؟ لأن ربنا بيحب البشر كلها لما بيشرك شمسه بيشرك شمسه على كل الناس لما بيمطر بيمطر لكل الناس بيحب كل الناس برغم حتى أن الناس اللي بترفضوا ومش بتبقى عايزة تمشي في طريقه فرح قال لنا كونوا أنتم إيه؟ كاملين كما أن أبيكم اللي في السماوات هو كامل فإحنا نكون زي ربنا دي التعاليم المحبة الله محبة ما نفرقش في المحبة بين أنت مسلم مسيحي يهودي بوزي ملحد لديني أنا مليش دعوة في ربنا فوق هو اللي شايف أنا أحبك بغض النظر عن دينك عن جنسك عن لونك عن لونك ما كنش عن سوري أنا بحبك لأن الله محبة وأنا أكون زي ربنا ودي التعاليم الإله الحقيقية بس في نقطة في الأريتي دلوقتي مارينا سمعتم إنه قيلة هل ده موجودة في العهد الأديم دقيلة ده تعاليم الشيوخ والتعاليم البشر يعني زي كده عنصرية لا يعني زي اللي عند المسلمين مثلا إيه يقولون لهم إيه الجنة تحت أقدام الأمهات هو ده حديث أصلا مش موجود مش موجود في كتاب المقدس إنها تحب قريبك يعني مش موجود الجنة تحت أقدام الأمهات عشان كده المسيح كان محد دقيلة يعني أنا أوضح النقطة دي يعني كمسلم في عندك حاجات مش موجودة أصلا بس بالتواطر كده الناس بتخطها فاكرها موجودة صح لكن هنا بيقوله سمعتم إنها قيلة الكلام ده مش مكتوب لأن حتى في العهد الأديم بيقول إيه إن جاء عدوك إيه اطعمه وإن عطاش إسقية فحتى محبة الأعداء موجودة في العهد الأديم وحتى في العهد الأديم بيقولك كده اكرم الغريب زي ما أنتو كنتم غرمة قبل كده في أرض مصر في أرض مصر فأنتو ما تعملوش معاهم حاجة وحشة وكان ربنا كان بيدي السبت ده راحة لكل حتى الغريب كان بياخد الراحة حتى الحيوانات كانت الأرض كل حد حتى الأرض حتى اليهود كانوا كلهم متساويين مع بعض في الراحة طيب تعالي بقى يا مارينا نشوف تعاليم المحمد واللي بين قدسين بيقولوا أنه هو ده الإله الحقي وأنا عايزة المسلم يا مسلم قارم بين التعليم دي والتعليم دي هل يعقل تبقى من عندي إله واحد لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام ده من المحمد اللي بيقول فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه طب أنا الراوي أبو هريرة محدث مسلم صحيح مسلم وخلاص حكم المحدث كله هيكون كمان على الشاشة طبعا طبعا كل يعني أي مصدر يا جماعة هنقوله هنحطه لكم على الشاشة طيب هنا يا مارينا محمد بيقول ما بتبدأوش اليهود والنصارى بالسلام السؤال إيش معنى ما جابش بقية الناس ما فيه المشركين وفيه 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 إيش معنى اليهود والنصارى بالذات مش أنت يا محمد بتقول إنك من نفس الإله طب لو أنت من نفس الإله هتحرض على اليهود والنصارى ليه وبعدين الاستعلاء فإذا لاقيتم أحدهم في الطريق الطروق اللي أضيقه يمشي انت 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 الشخص الحلو انت شعب الله المختار انت انت فبيقول إيه حتى في القرآن بيقول إيه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون دايما بيرسخ في راسك وانت كمان ده تحنوا إلى السلب وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون دايما كلمة أنتم الأعلون لشان كده المسلمين دايما وانا عملتها زماني يعني وانا مسلمة باتكلم بالطريقة ايه الأعلون يعني أنا أعلى منك يا مسحية انت كده أنا عملتها في مرة واحدة مسحية فبقولها بتقولي استني قلت لها ايه يا مسحية انت كنت بقولها بيه فقبلتها في مرة بعد ما باقيت مسحية ويهو متعرفش عني حاجة الحقيقة رحت لها قلت لها يا فلانة قالت لي نعم أنا مش فكرة حتى اسمها قلت لها أنا فكراني قالت لي آه تقريبا أنا فكرة قلت لها أنا مرة قلت لي كذا 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 ومتضحكة قالت لي أنا ما زالتش لأن أنا فخورة إن أنا مسحية فانا المسلم دايما بيتكلم مين اللي رسخ الفكرة عنده هو الإسلام هل تعليم الله يدي لك اللي عنصرية يا مسلم تبقى عنصري ده الله هو اللي يشوف ده حلو ده لكن تقول أنا عشان أنا مسلم ايه ده؟ ما تبدأش الناس بالسلام مش دي اللي تزوق أصلا والسلام حلو الله ليه لا تبدأوا اليهود والنصار بالسلام بعدين في حاجة ممكن يقولولنا ايه؟ ممكن يقولنا لا احنا صحابنا مسحيين اوكي ومنحبهم حاضر لكن انت مش بتنفس تعليم الرسول الرسول قالك لا تبدأوا اليهود والنصار بالسلام واحنا مش فاهمين الحديث غلط أنا عايزك كمسلم وهترجع ورايا الكلام ده تروح لتفسير ابن كسير بصورة التوبة 29 لا تبدأوا اليهود والنصار بالسلام دي مكتوبة ليه؟ لإزلالهم وتحقيرهم وتصغيرهم لأنهم لازم يعطوا الجزء عن يدهم صغرون وتقرأ الوثيقة العمرية كيف الوثيقة العمرية يعني امعنت في ان هي ازلال غير المسلمين من اهل الكتاب اقرأ تفسير التوبة 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 شو بتفسير ابن كسير يسيبوا الموضوع ويمسكوا في حالة اه يسينا اه اتفضل يا مارينة خلينا نشوف برضو انا هتكلم بقى من العهد القديم ده العهد القديم بقى هنقرأ من العهد القديم بيقول ايه اذ اخذ سفر التسنية 24 اذ اخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعوا الى يدها وأطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته وزهبت وصارت لرجل اخر فإن ابغضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعوا الى يدها وأطلقها من بيته او اذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الذي طلقها ان يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست لان ذلك رجس لدى الرب فلا تجلب خطيئة على الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا هنا بيقول ايه ان لو فيه راجل تجوز بحدها وشاف فيها عبما عبما دي حاجة بتخص الاخلاق والشرف والحاجات دي مش عب يعني ان هي مثلا ديها رجل زيادة لا بق لا طب انت طلقتها رحت هي تجوزت راجل تاني الراجل التاني ده بات عنها يعني مت او طلقها مترجعش تتجوز الجزه الاولاني لان دي خطيئة ربنا علم الشعب ان ده نجاسة وركس وان دي انت كده بتنجس الارض انت كده بتعمل حاجة ركس في عين ربنا طلقت مراتك رحت تجوزت راجل تاني خلاص طب الراجل التاني ده مات ما ترجعش للأولاني الراجل التاني ده طلقها ما ترجعش للأولاني دي وصية بين واضحة في سفر التاسنية طيب الاله هذا الاله هل معقول يقول كلامه غير لو هو نفس الاله في الإسلام يقول ايه فان طلقها فلا تحل له بقرة ماتين وثلاثين فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهم ان يتراجع انظرنا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون دي صورة البقرة طيب ابن كسير بيقول ايه بيقول فان طلقها فلا تحل له يعني المسلم لو طلق مراته ما تحلش له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اي انه اذا طلق الرجل امرأته يوخصرها تاني امرأته طلقة ثالثة الطلقة الثالثة ومعظم المسلمين عارفين الكلام ده بعد ما ارسل عليها الطلق مرتين فانها تحرم عليه امتى حتى تنكح زوجا غيره غير اللي موجود في سفر التاسنية تماما عكسه تماما حتى تروح تتجوز واحد تاني حتى تنكح زوجا غيره اي شوفي بقى الكلام الخطير حتى يطاقها زوجا اخر في نكاح صحيح لازم يتجوزها في نكاح صحيح مكتمل الشروط اه فلو طاقها في غير نكاح يعني زن بها او في ملك يمين يعني ملك اليمين مش زواج اذا ملك اليمين مش زواج لم تحلل الاول يعني ما ترجع لهوش الا لما واحد لمه اخذة يطاقها واحد يطاقها عن طريق الزواج زواج سليم يعني لانه الملك اليمين ليس زوج والزاني ليس زوج لانه ليس بيزوج بيقصد كده على ملك اليمين وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحلل الاول يبقى لازم زواج بلقاء وطاقه عشان تقدر ترجع للاول ده اهانة للمرأة ولا لا دي نمرة واحد نمرة اتنين هل ده زي اللي قرتي يا مارينة في سفر التسنية اللي في العهد القديم عهد القديم بيقول لا ما ترجع لهوش أبدا ده بيقول لا لا تروح تتجوز ويزوق عسائلتها وتزوق عسائلته عشان تقدر ترجع للاولين عكس التعليم خلينا هجيب من سفر برضو التسنية واحد وعشرين من العهد القديم بيقول إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم والرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم ورأيت في السبي امرأة جميلة جميلة السورة والتسقت بها واتخستها لك زوجة فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها وتنزع سياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزبان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة وإن لم تصر بها فإطلقها لنفسها لا تباعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل أنك أزللتها فدلوقتي إيه يا فرحة؟ بيقوله أنت لو روحت شفت في السبي اللي أنت أخدته بنت عجبتك عايز تتجوزها عايز إيه؟ تتخزها زوجة مش ملك يمين ما فيش حاجة اسمها ملك يمين في العهد القديم عند اليهود ملك يمين اللي تنم معاها ممنوع مفيش حاجة اسمها كده أنت تاخد واحدة ست تنم معاها بالغصب أو بالموافقة بيسمها ملك يمين لا تاخدها زوجة طب أنت عجبتك واحدة خدتها زوجة الزوجة دي هي هتوافقها تقعد شهر تبكي أباها وأمها وتقلم أزافرها لأنها مشاعرها مجروحة تقلم أزافرها وهتحلق رأسها وتغير بلابسها وكل ده طب هي وافقت بيك وافقت بيك زوجتك أوكي وافقت بيك طب هي مش هتوافقها تعمل إيه تطلقها وما تبعهاش وما تزلهاش تسيبها تمشي ولا تسترقها آه ما تسترقهاش تبعها ك تطلقها حرة يبقى كل واحد هياخد واحدة في بيته هيعمل إيه ألف حساب أنت موافقة تيجي إن أنا أتجوزك أو موافقة يبقى هتقعد شهر وبعدين تبكي أباها وأمها وكده ويتجوزها طب أنت مش وقفة مش هياخدها من الأول صح وهو عمل كده مع صفية لا 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 ده أتل أبوها وقتل جزها وقتل عشرتها وكده على طول ده السحابة قالوا له في غزوة قدس كرهنا عن نقع عليهن والهن أزواج كانوا يقتصبوا الستات المتجوزة المتجوزة كمان طيب مارينا في نساء 24 بيقول إيه والمحصنات من النساء يعني أنت شفتي في العاد القديم بيقول إيه ودي في القرآن بيقول إيه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير المسافين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترديتم به من بعد الفريضة أن الله كان أحكي ابن كسير بيقول إيه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم طيب فرحة قبل ما تقولي ابن كسير الآية دي كمالة آية إيه يعني النساء 24 كمالة النساء 23 اللي هي حرمت عليكم أمهاتكم ومبناتكم وإخواتكم وبعدين من ضمن المحرمات ويعني كلمة والمحصنات يعني أنت متحرم عليك الست المتجوزة إلا إلا ما ملكت أيمانكم ابن كسير بقى بيقول إيه أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتوهن بالسبل فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرقتموهن يعني سيخدم زوجة فرحة لا لا مش زوجة فإن الآية نزلت في ذلك قال الإمام أحمد ووو عن عثمان البدي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخضري قال أصبنا نساء من سبي قطاص ولهن أزواج فكرهنا شوفي الأخلاق بتاعتهم الأولى فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج أي زواجهم عايشين فسألنا النبي فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن يعني يخدوا الستات المتجوزات وعارفين أجوازهم مين واستحلوا الفروج بتاعتهم والكتاب المقدس بيقول إيه لما يحصل كده تاخدوها زوجة دي نمرة واحد تدلها شهر تبكي أباها وأمها فضل يعني إحنا النهاردة قدمنا لكم نموذج صغير نقط مش كل الكلام نقط صغيرة تعرفوا بها الفرق بين تعاليم الإله الحقيقي اللي بتسمو بالإنسان وتحافظ على مشاعر الإنسان والتعاليم اللي جابها محمد اللي هي عكس تماما تعاليم الطورة والإنجيل ونلتقي بكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر